مساء الخير النهاردة بإذن الله هنبدأ أول حقا من برنامج بتاعي جديد يارب أفدكو فيه صحتك مع دكتورة رانيا السايل أنا تخصصي المجسر والدكتوراه استشاير علاجة طبيعي لأمراض المخ والأعصاب في الأسر العيني جامعة القابرة هحاول في البرنامج بتاعي أقدم لكم كل المعلومات وكل هو تخصص صعب شوية مش كل الناس يعني تعرف معلومات كثيرة عن دور العلاج الطبيعي المتقدم جدا في الطب وهل العلاج الطبيعي يدخل في كل حاجة يا إما كان بسبب أنه نقص المعلومات العلمية والحمد لله يعني ربنا قدرنا أننا أخد الدكتوراه في تخصص صعب يعني زي ده بحيث أن احنا نقدر نقدم لكم معلومات مفيدة ونوريكوا قد إيه العلاج الطبيعي داخل في علاج أمراض كثير جدا ونوريكوا دور العلاج الطبيعي في أمراض كانت ما بتتعليكش ولا في مصر ولا في الدور العربية كان لازم عشان تعالجها تسافر برا وطبعا ده حاجة تكلفاتها عالية جدا فإن شاء الله دلوقتي كل الأجهزة اللي كانت برا موجودة والحمد لله العلم اللي موجود برا موجود في تخصص بطايا يا رب أقدر رفدكو إن شاء الله بإذن الله موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الضعف الجنسي يعني إيه ضعف الجنسي؟ الضعف الجنسي طبعا هنتكلم عن الضعف الجنسي للرجال ودور العلاج الطبيعي في علاج المشكلة لذي الضعف الجنسي هو ضعف الانتصاب مما يؤدي إلى عدم القدرة على عمل العلاقة الزوجية أو ضعف الانتصاب أثناء العلاقة الزوجية إيه هي أسباب ضعف الانتصاب بشكل عام أو ضعف الجنسي بشكل عام؟ طبعا من أشهر الأمراض اللي بتسبب ضعف الجنسي السكر مرض السكر ده أشهر الأمراض اللي بتسبب ضعف الجنسي على فكرة القلق والتوتر والاكتئاب ممكن يعملوا ضعف الجنسي حتى لو ما فيش مشكلة عضوية الحاجة الثالثة التدخين هو الكتير الكحوليات والمخدرات عكس ما بعد الناس تفهم يقولك فين أنواع من المخدرات ممكن تطول ممكن تزود لا ده بالعكس الجديد في الأبحاث بقى المنشطات الجنسية مع الوقت بتعمل مشاكل هنشرحها بالتفصيل ممكن تؤدي إلى ضعف الجنسي أمراض القلب والشرايين الكوليسترول لو عالي ممكن يعمل يسد الأوردة والشرايين برضو فممكن يسبب لنا ضعف جنسي دي معظم يعني الأسباب اللي بتسبب ضعف جنسي طبعا مع تقدم الإسان ممكن يسبب ضعف جنسي مهمة قوي قبل ما نتكلم عن العلاج نشرح إزاي أصلا بيحصل الانتصاب الطبيعي معلش هوا الموضوع تطبيق طبيعا الموضوع صعب شوية في الشرح حاول أو بس أطولكو على قد مقدر اللي بيحصل إنه فيه مادة اسمها نايتريك أوكسايد الانو أو نايتريك أوكسايد دي مادة بتزود الدورة الدموية يبقى احنا كده بنتكلم على حاجة ليها علاقة بالدورة الدموية المادة دي بتفرز من حاجة اسمها نون أدرينارجيك نون كولينارجيك نيرون كلمة نيرونس يعني يبقى إذن عملية الانتصاب تتطلب حاجتين حاجة اسمها عندنا في الطب وهشرح لكم يعني إيه نيروفاسكولار ميكانيز يعني أنا عايزة عصاب كويسة أو هي دموية قوية وكويسة يبقى أنا هما دولة الدورة الدموية والعصاب هما محور العلاج أو محور إزاي بيحصل الانتصاب الطبيعي إزاي بقى بيحصل في حاجة اسمها إنه إيه اللي بيحصل اللي إحنا قلنا إنه هو بيفرز عن طريق الأدرينارجيك ونون أدرينارجيك نيرونس دولة دولة لما بيدخل الخلية اللي بيحصل بيحصل استقطاب للكالسيوم كتير فبيحصل للخلية حاجة اسمها هايبر بولاريزيشن يعني استقطاب عالي لما بيهايبر يعني بيعلى زيادة عن اللزوم بينتق مادة اسمها الكالسيوم خلينا نركز في اسم يعني معلش في المصطلحات لأن دا هفهمكم إزاي هنعالج العيين أو المريد أو صاحب المشكلة بعد كده خلاص التالسيوم تشاني البلوكر دي دورها إن هي تعمل تمدد في الأوعيات الدموية فتزود الدورة الدموية فانه يبقى حالينا فيحصل مع يعني مع أي نوع من أنواع الإصارة هيحصل تمدد بقى للأوعيات الدموية عن طريق العملية اللي إحنا شرحناها دي كلها طيب دا هيفيدني في إيه إن إحنا شرحنا إزاي بيحصل الانتصاب الطبيعي عشان هنشرح دلوقتي إزاي بنستخدم كل الكلام اللي قلناه في العلاج عشان نقول للنس إنه إزاي الموضوع وطريقة العلاج هالمية ما هيش كلام مرسل وما هيش كلام يعني كلام في مواضيع حساسة أو كده لأ إحنا بنتكلم على مشكلة مرادية حقيقية وبنتكلم على علاجها والمشكلة المرادية دي ممكن تسبب مشاكل في البيوت ومشاكل في الحياة الأسرية فإحنا واتخلينا مش مبسوطين فإحنا نعالجها كمشكلة مرادية فإحنا شرحنا إزاي ده كفيسيولوجي بيحصل جوه الجس مش بنكلم في موضوع حساس لكن إحنا بنكلم في مشكلة وبنتكلم إزاي طريقة علاجها طيب طريقة علاجها بعد اللي إحنا شرحناه من المشكلة دي قلنا إنه لما بيحصل الكالسيو بتبقى موجودة بيحصل تمدد في الأوعية الدموي أو الحاجة هستخدمها في العلاج إننا هحقن عن طريق عندنا جهاز إحنا تكلمنا عن الاستقطاب الآيوني للخلية يبقى كل العملية اللي بتحصل عشان يحصل الانتصاب بتحصل عن طريق الاستقطاب الآيوني للخلية في جهاز أمريكي اسمه آيونتوفوريزز يعني آيونتوفوريزز يعني العلاج عن طريق الاستقطاب الآيوني للخلية خلاص عن طريق الآيونيات فإحنا بنحقن المادة دي اللي إحنا قلنا إنه هي بتسبب ارتخاء للوعية الدموي فيحصل فازو ديولايتيشن يعني تمدد في الأوعية الدموية ودخول كمية دم كبيرة بنحقن المادة دي جوه الجهاز والجهاز بيدخل المادة دي داخل الأوعية الدموية بحيث إنه إحنا لما هيدخل المادة دي جوه الأوعية الدموية هيحصل تمدد للأوعية الدموية مهجاز آخر برضو هو أمريكي ده بيزود المادة اللي إحنا قلنا إيها في الشرح إزاي بيحصل الانتصاب طبيعي اللي هي نايتريك أكسايد هو ليه ويف لينس يعني طول موجي معين بيزود النيتريك أكسايد اللي إحنا شرحنا إنه ليه دور مهمة قوي في عملية الانتصاب وقلنا إنه عملية الانتصاب متوقفة على حققين اللي هي نيوروفاسكولور ميكانيز إحنا اتكلمنا عن الأوعية الدموية فوضل الأعصاب طب إزاي الأعصاب إنه إحنا عن طريق بنحط حاجة اسمها علاج بالموجات الكهرومغناطيسية وده جهاز إيطالي المفروض إن الجهاز ده بيعمل إيه بيزود الالتقام بتاع العصب وبيعالج التهاب العصب وحاجة اسمها فوتوسيربي اللي هو العلاج الضوئي ده بيعمل على التقام الأوعية الدموية المريضة وجهاز تاني اسمه الموجات التصادمية أو الشوكويت ده بيعمل إيه فيه فسلس يعني أوعية دموية بتبقى خلاص بوزد تمان هو بيعمل إيه بيعمل دمج اللي هي بيكسر الأوعية الدموية اللي بوزد ويعمل فبعد ما بتتكسر الأديما اللي بوزد اللي بوزد بيعمل بيحصل بيعمل مكانها أوعية دموية جديدة جديدة سليمة بقى ما فيهاش الدمج اللي كان موجود وصبعا في الناس اللي عندهم المشكلة دي بسبب مرض مثلا زي المرض السكر والأوعية دي بوزد أو في كل الحالات تمان طيب ده العلاج بشكل عامل لكل الناس اللي عندهم ضعف جنسي طيب هنتكلم هل علاج يعني هل سرعة القصف ليه علاقة بالضعف الجنسي سرعة القصف مؤشر انه ممكن قدام شوية يبقى فيه ضعف جنسي هنزود بقى مع الكلام لان اذا لقينا فيه سرعة قصف انه المصاب كده بسرعة يبدأ لان يديه اشارة انه فيه ضعف جنسي تمام اذا ما فيش اذا لقينا الموضوع ده متكرر بعيد عن التوتر لانه ساعات بيبقى التوتر ده سبب لسرعة القصف اذا الموضوع لانه متكرر ملوش علاقة بقى بانه المرة دي كان فيها توتر يبقى احنا كده اكيد فيه مشكلة في الحالة دي بنعمل جلسة بنقوي فيها مع مجموعة تمارين بنقوي فيها مجموعة عضلات وعضلات الخد اللي هي العضلات المحيطة بالقضيب او العضو الزكري بنقوي كل مجموعة العضلات دي بحيث ان هي ما تسهلش ان يحصل قصف سريع مع مجموعة تعليمات بننسيها للمريض في الحالة دي عشان ما يلجأش لمشكلة طيب السؤال الاهم بعد كده اللي لازم نترحه هل الادوية بتعالج الدعف الجنسي وايه هي خطورتها طبعا الادوية المنتشرة في السوق الكتير قوي اللي هي بتروح تجيبها من الصيدلية حتى بدون رشدة دي بتسبب ايه بقى خطورتها في ايه ان هي مش بتعمل تمدد للقوعية الدموية زم انا شرحت لكم في الاول للعضو الزكري فقط هي بتعمل تمدد للقوعية الدموية بتاعة كل شرايين الجسم بما فيها شرايين القلب وشرايين المخ عشان كده نسمع كتير جدا على كلمة ايه ده هو جات له فجأة قلبه وقف بعد ما خد قرس من الاقراص دي ده هو حصل دمات فيها ده مش عارفة ايه لانه هي مش بتشتغل على الاوعية الدموية اللي خاصة بس بالعضو الزكري هي بتشتغل على الاوعية الدموية بتاعة الجسم فدي اول خطر انه بيحصل تمدد ثانيا انه شباب كتيرة بياخدوها بيعملوا تمدد في الاوعية الدموية لو حد عنده ضغط عالي ممكن التمدد الزيادة ده يعمل انفجار في شرايين يحصل نزيف في المخ ممكن لها اثار جانبية كتير طب الحال ان انا لو لقيت عندي ضعف انتصاب بسيط طب ما انا اجي اعمل الجلسات احنا لو احنا في الاول الموضوع مش هيحتاج اكتر من اربع لست مرات الا طبعا لو مريض سكر لان مرض السكر بيخلي الجلوكوز الزيادة ده بيتاقم على اقدار الاوعية الدموية بيسدها خالص فده اللي بيحتاج ممكن يحتاج 12 جلسة او اكتر من 12 كمان كرسه 2 و 3 لانه عنده مشكلة كبيرة شوية اي حتى يمش مريض سكر لا ده من 4 لست جلساته تختفي المشكلة من غير ما تاخد ادوية لكن كتر من انت بتاخد ادوية ده بيعمل مشاكل كتير طيب المشاكل المشهورة بقى اللي بيسببها وهتلاقوا يسمع كلامي تعريبا يعني المشاهدين اللي هما فوق من اول الستين وممكن كمان اقل من ستين في الجيل اللي فات كله هتلاقيهم بيشتكوا فعلا على فكرة ان هما عندهم المشكلة دي ان هما لما خدوا الادوية المنشطة جنسيا ايه اللي حصل كلهم يقيم عندهم تدخم بروستاتا لان هي بتعمل على ايه ان هي تفضل تزود الهرمونات الزكارية هرمونات الزكورة فا ايه اللي يحصل فعمالة تعمل تدخم في البروستاتا تدخم في البروستاتا فالناس دي كلهم هتلاقي عندهم كل الناس اللي بيسمعوني هيعرفوا اللي كليني ده صح ان هما بدأ يبقى عندهم تدخم في البروستاتا وممكن يتحول التدخم مع الوقت الاورام قد تكون حميدة وقد تكون خبيثة في البروستاتا تتساوى الأمراض الحميدة وتتساوى الأمراض الخبيثة وفي معظم الأحيان للأسف بنتطر أن نعمل استقصال لأن من ضمن الكمبيكيشن الكبيرة اللي ممكن تحصل أنه ممكن يحصل انسداد لمجرى البول ويعني لو انسد مجرى البول خلاص السموم هتتحوش في الجسم وممكن يموت فيها ففي الحل ده حتى لو الأورام حميدة بيضطروا يستقصر البروستاتا وطبعا ده بيبقى لي مشاكل كبيرة منها طبعا السلس البولي وحاجات عايزة حلقة لوحدها ان شاء الله هنتكلم عن السلس البولي للحالات فيما بعد هل الأدوية المنشطة الجنسيا ده ممكن تفيد مريض السكر؟ لا مريض السكر بالذات هيدخل يقولي دكتورة أنا مهما خدت دواء غير الانسان اللي معدوه السكر أنا مهما خدت منشطات جنسية أنا أصلا ما بيحصل ليش انتصاب كلامه صح أو الناس اللي هما يعني اللي هما المدمنين الكحليات أو المخدرات بعد فترة ما بيقصرش معهم ايه المنشطات الجنسية في السكر ايه لي بيحصل؟ انه السكر عمال يتراكم على جداره الأوعية الدموية فبتكون تسدد أصلا فده يعني عمال يعمل تمدد لشرائين أصلا كلها مقفولة فيقولك فتاة طبعا ما لهش حل جر انه هو يعمل الجلسات والناس اللي هما ماش مرضى سكر برضو بننصحهم لعمل الجلسات بلاش الأدوية لأن الأدوية يا جماعة تكرارها من جد رازم سايما قلنا بتعمل تمدد في الشرائين بتاعت الجسم كلها منها شرائين المخ وشرائين القلب وشرائين كتير خطر وممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا والحاجة التانية انه تكرار الأدوية ده ممكن يعمل تدخم في البروستيتا هل ايه هي أهمية العلاج المبكر؟ ان احنا طبعا كل ما تعالجنا بدري هيبقى بنقوئ أربع لست جلسات كل ما تأخرنا بقى 12 جلسة لا بقى كرس 12 جلسة تانين كل ما احنا المشاكل أقل تمام؟ طيب ايه تأثير المعتقد اللي بيقول ان المخدرات زي الحشيش وزي الرمضول ده ممكن يطول المدة وممكن لأ كل قصة ان العضو الزكري بيكون حصل له تخدير كامل فالإنسان ده بيبقى مش حاسس فمع الوقت بيحصل التهاف مجرى البول وفي القناة وفي قناة الدورة الدموية بتاعته مع الوقت بيحصل له عجز جنسي كامل يبقى إذن الموضوع ده خطر جدا وممنوع حتى نجربه لزيادة الموضوع ده بالعكس ده بيعمل التهابات وبيعمل إجهاد طيب سؤال تاني هل بقى احنا لو بعيدنا عن المخدرات والحاجات دي في سؤال الناس كتير بيسألوني فيه هل تعدد الجماع يؤذي الصحة؟ لا لو احنا ما بناخدش مخدرات وناخدش أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عادية بالعكس ده بيزود إفراد السيرتونين من المخ وده هل مون مسؤولة عن السعادة وتحسن المود والنوم بشكل كويس طبعا وهيعزز العلاقة الزوجية بين الطرفين فده ما فيهوش مشكلة زي ما الناس فهمت طالما ما بنعملش ده بطريقة زي المخدرات فيه منتجات بقى زي اللي بيقولوا عليها في الإعلانات مش عارفة العسل الأسود احنا لسه شرحين ان السكر بيوصل لعجز جنسي فبعد الخمسة وتلاتين لو انت جيت تاخد اللي هي العسل والحاجات دي مع تكرارة وممكن تعرض نفسك لخطورة الإصابة بتاعت مرضى السكر يفروض ان احنا عارفين كلنا ان احنا بنخلي بالنا من أكلنا بعد الخمسة وتلاتين بنقلل السكريات بنقلل بقى الدهون بنقلل الجنق وفود بنقلل الحاجات دي فاحنا منجبش نقول عسل سود وعسل ابيض ونحط عليه وناخده بكميات كبيرة قال ده هيزود الموضوع خلاص اتمنى ان شاء الله اكون في التقو في حلقة النهاردة ولو حد عايز يعرف اي معلومات زيادة ممكن تدخلوا على اليوتيوب وتعملوا لايك وسبسكرايب القناة بتاعتنا دكتورة رانيا السيد عبدالعليم يا رب اكون في التقو واشوفكم ان شاء الله في برنامك صحتك مع دكتورة رانيا كل يوم خميس باذن الله في نفس المعين